يسعد لأوقاتكم ووليدة برج العقرب العقرب إلك التنين عندك كتير ضغط بالعمل دراسات ووجبات مسؤوليات معلش تقدر تخلص بس بديك تنتبه لصحتك تنتبه لتحركاتك ويمكن يكون عندك عمل جديد بس أهم الشيء في أمور صحية يمكن تشغلك ولكن نهار الثلاثة والأربعة يومين بتقدر تسمع أخبار مطمئنة من الحبيب ومع ولادة الأمر الجديد نهار الأربعة يمكن يكون في عندك بداية لعلاقة جديدة بداية لخطوبة بداية لترسيم بداية لرجوع بداية لشراكة جديدة بالعمل لتوقيع جديد هؤلاء الأمور كلها بتطالك بالخير لكسب القضايا القضائية واللي بدي يفتح قضية فيكن تفتحوا القضية فيكن تقدموا طعن فيكن تعملوا البدكنية بهيدولي خاصة بـ 8 شهر أما نهار الخميس والشمعة هاليومين بتحملوا لك المفاشقات الميلية رح تكسب أمويل رح تعالج أمور ميلية طال انتظارة يمكن عندك استرداد دين لإلك البعض يمكن يطلقى هدية دعم مادة قوي في محبة وصفاء وتعاون من قبل الجميع وبتشعر بالتحسن بالصحة وبتقدر يمكن عندك صرف أموال كتير ولكن أكيد الأمور بتظلها مريحة ورح تزدهر حظوظك وتسمع الأخبار المطمئنة أكتر نهار السبت والأحد لأنه بدك تنشط بقوة بالحظوظ وبالسفر وباللكاءات والاجتماعات والمفاجآت والأخبار الحلوة كلها بدأت طالك بالخير من كافة محيطك أما يلي عندهم دراسات فبيبرعوا وفي أمور تتعلق بزيارة عمره زيارة أماكن مقدسة رحنيتكن بتقوى إحساسك بيقوى وكأنه بتصير تستبق الأمور بأي اتجاه هيدولة اليومين الإخرانيات أكيد مفعمين بالحياة فيهم هيك مثمرين هيدولة اليومين وبتقدر تحقق أي شيء بتريده وهيك بيكوننا هناك الأسبوع ودايماً ما تنسى درجك مع رلا أحلى أكيد